أرقام مخيفة تسجلها الجزائر سنوياً جراء الاختناق بأحادي أكسيد الكربون رغم مجهودات مصالح الحماية المدنية وحملاتها التوعوية حول أخطار التسمم بالغاز الحصيلة تجاوزت العشرون ضحية منذ بداية السنة والأرقام مرشحة للارتفاع الحماية المدنية خلال هذا السنة الجارية والغاية اليوم وقفت على إنقاذ 478 شخص من الموقع الحقيقي وللأسف تسجيل وفاة 28 آخرين متسممين بغاز أكسيد الكربون عمل التحسيسي والبرنامج التحسيسي انطلق منذ 14 نوفمبر 2020 ويتواصل إلى أوخر مارس من سنة 2021 جهاز كشف غاز أكسيد الكربون لازم يكون كل جهاز تدفئة مرفوق بهذا الجهاز نقص التهوية وعدم القيام بالصيانة الدورية لأجهزة التدفئة واقتناء المخشوشة منها أهم مسببات الهلاك هو ما أكده المختصون في المجال نصر على المستلك الجزائري ونحرص على المراقبة الدورية لجميع الأجهزة داخل البيت فزجاج يتهاون المستلك الجزائري أن يصلحوا يكون هو أرضى للخطر عن طريق هذا الزجاج يخرج غاز أكسيد الكربون صداع وتقيئ والشعور بالتعب والغثيان مؤشرات تستدعي إصعافات فورية لتجنب خطر الموت تهامن المواطن وسوء استخدام أجهزة التدفئة يؤديان لمحالة إلى الموت ما يحتم إرساء ثقافة اليقظة لدى المواطن ورفع درجة الوعي بمخاطر القاتل الصامت